بدأ يوم الاربعاء برسالة غير عادية من مكتب الاعلام في القوة المشتركة لمحاربة داعش وتقول ان التحالف يقوم الان بعمليات جوية فوق الاراضي السورية وعندما تم الكشف عن ان روسيا بدأت بشن غراطها الجوية تبين انهم طلبوا ايضا وقف العمليات الامريكية التحالف سيتابع التحليق فوق العراق وسوريا كما هو مخطط وسنواصل مهمتنا بضرب وتدمير داعش اكد وزير الدفاع الامريكي ان روسيا لم تنسق عملياتها مع الامريكيين او التحالف وابدى قلقا من حصول اي صدام بما يعرض سلامة الطيرين الامريكيين للخطر واشار الى انه طلب عقد اجتماعا مع الروس في اقرب الوقت بهدف تبادل المعلومات والتأكد من سلامة الطيرين علينا التأكد من ان التحركات الروسية الاضافية لا تتدخل في مهمة التحالف لضرب وتدمير داعش فالالتزامات الامنية الامريكية الاوسع في المنطقة ستبقى كما هي لم يؤكد الامريكيون ان الطيران الروسي ضرب مواقع لتنظيم داعش واشارت معلومات الى ان الروس ضربوا مواقع في تبليسها حيث لا سيطرة لتنظيم داعش اشار الامريكيون ايضا الى ان روسيا مدعوة للتعاون في محاربة الارهاب لكنها عمليا تعمل على دعم النظام السوري روسيا تقوم بهذه الخطوات لدعم نظام الاسد وهو مؤشر على عمق قلقهم من خسارة تأثيرهم على نظام تابع لهم في الشرق الاوسط لا ينتظر الامريكيون ان تنخرط الولايات المتحدة في مواجهة مع روسيا على ارض دولة اجنبية لكن ادارة باراك اوباما تتعرض لاندخادات متكررة لتأخرها في مواجهة التحركات الروسية ان كان البيت الابيض حائرا بشأن نوايا وخطط بوتين في سوريا فان الولايات المتحدة في مشكلة كبيرة فليس من الصعب ان نفهم ما يريده بوتين لن يقبل الرئيس الامريكي الانزلاق اكثر في سوريا الخطوة المقبلة ستكون محاولة التفاهم مع روسيا وحماية الطيارين الامريكيين في الغنم العربية واشنطن